نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حلقة عمل بعنوان تطبيقات الأمن الحيوي في المزارع السمكية وذلك بهدف التعريف بأهم الإجراءات على مستوى المزارع السمكية وخاصة مزارع أسماك المياه العذبة وأشارت الوزارة أن نشاط الاستزراع السمكي يعتبر صناعة داعمة للقطاع وإسهامه في زيادة الانتاج السمكي وإتاحة فرص عمل وتوفير الأمن الغذائي موضحة أن انتاج الاستزراع السمكي بلغ 1703 أطنان هذا العام فيما بلغ الانتاج التجاري حوالي 1350 طن من أسماك الكوفر الأوروبي رأى حلقة العمل سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة